كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور كل نفس ذائقة الموت لكل أجل كتاب لابد من النقلة أيها الأحبة من هذه الدنيا إلى الآخرة كم سمعنا من الأخبار فلان مات وجارنا القريب مات وفلانه مات وصاحبنا مات وأنا وأنت سنكون خبر من الأخبار في يوم الأيام كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام قطبت الجمعة في يوم من الأيام في مسجد من المساجد وبعدما انتهيت من الخطبة نزلت وشرعت في الركعة الأولى ثم قمت وشرعت في الركعة الثانية لما بلغت أيها الأحبة في سورة الفاتحة في قول الله جل وعلا إياك نعبد وإياك نستعين هنا أيها الأحبة سقط رجل في وسط المسجد وأكملت الصلاة وسلمت ولما سلمت يا إخوان أخذت الميكروفون وكان الرجل بعيد عني في منتصف المسجد والمسجد كبير وبدأت أقول يا إخوان لأن الناس الزحموا على هذا الرجل الذي سقط في وسط المسجد قلت لهم افتعدوا عنه أعطوه هوا خلوا الهوا يصل إليه لعله مفسوم لعله كذا وبدأ بعض الإخوة يصيحون معه اتركوا له مجال وأخذه بعض الإخوة إلى أقرب مستوصف وصلوا به إلى الطوارئ كشف عليه الدكتور قال هذا الرجل توفاه الله منذ أن سقط في المسجد يوم الجمعة يا إخوان وهو متوضع يوم الجمعة وهو مغتفل يوم الجمعة وهو واقف بين يدي الله فاستصلت أخذت رقم أخوه واحد من أخوانه الميت اسمه محمد الله يرحمه ويتقبل ويجعلها ميسة حسنة فاستصلت على أخوه خالد قلت يا خالد أسألك بالله هذا الرجل سعنا من بعيد وجاء يصلي معي في مسجدي الجمعة فلا يغسل أحد إلا أنا حرثت على أن أغسل هذا الرجل وبالفعل غسلته معي بعض الإخوة وبعدين أخوان ذهبت إلى العذاب وقد خالد على جمع قلت له يا خالد أسألك بالله ما هو أرجى عمل ترجوه لأخيك أن يموت هذه الميتة الحسنة فقال قالد يا شيخ والله إحنا مجموعة أخوان وفي عندنا أخوان لكن والله يا شيخ أن محمد هذا أضر واحد بالوالدة أضر واحد بأمي كان يمر عليها كثير ما يتركها كل يوم يتفقد حوائجها يتفقد كل الشيء تحتاجه يقول من ظن كلامه يقول والله يا شيخ حتى الشامبو الذي تغسل به رأسها يتفقد الصابون التي تغسل بها المسك الذي تمشط به رأسها البقور الذي تتذكر به كل شيء يتفقد للوالدة يقول حتى من البن والهيل والقهوة ما يترك عنها شيء كان ضارا بأمه وكانت تدعو له كثير قلت بسبب هذا كسب الميتة الحسنة وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما